صدر عن صاحب أسمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تعميم بشأن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجرية وجاء في التعميم أنه بمناسبة عيد الفطر المبارك تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية فيعوض عنه بتمديد العطلة يوما آخر